السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفرج همي وربي رزقني من حيث لا أحتسف وافتح لي أبواب رزقك وفضلك وأمطرني بفرح ورزق لم أتوقع جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعاتنا اليوم الجمعة 2 حزيران يونيو طبعا القمر موجود في برج العقرب واليوم القمر موجود بشكل نوع من نوع الضغط لأنه بعض زوايا الخميس لسه متشكلة لغاية ساعة الظهر وبعديها الأجواء رح تتغير بشكل قوي جدا القمر اليوم موجود بالعقرب في منزلة القلب الآن وهي منزلة للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 2 و10 دقائق من ظهر اليوم الجمعة بعدها بدو ينتقل لمنزلة الشولة وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط وبما أن القمر موجود في برج العقرب معناته جميع الأبراج اليوم منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة بنشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وضع ضغط عاطفي محبط أو برضو بإمكاننا خلال هذا اليوم الاهتمام بأمور إلها علاقة بشركات التأمين أو قراءة رواية بوليسية أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالعقارات يعني زي شراء بيت استجار بيت بيع بيت أشياء من هذا القبيل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين أورانوس وهي مستمرة بتأثيراتها من اليوم ولغاية 7-6 طبعا بدأت تأثيراتها يوم 31-5 هي ولكن مستمرة ليوم 7-6 ذروتها يوم 4-6 الساعة 7-8 واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينج قلنا إنه هاي زاوية بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصب علينا إيجاد حل لبعض المسائل كما إنه شوي بتخلي عصبيتنا زيادة عن اللزوم ومزاجيين ممكن نرتكب الأخطاء أو نتهور وهذا وقت غير صالح للشراكات حاولوا أنكم ما تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة يعني ممكن هيك يخلق لنا نوع من الأفكار الثورية المخالفة للرأي العام تجعلنا عصبيين نرتكب الأخطاء ومتهورين وهذا الوقت يعتبر وقت غير صالح للشراكات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين الزهرة وبين بلوتو وهي تأثيراتها من يوم 31.5 إلى يوم 10.6 طبعا دروتها يوم 5.6 ساعة 4.4 دقائق عصرا بتوقيت جرينج بتدفعنا هاي زاوية للعنف تجعلنا مزاجيين عدوانيين وعصبيين المزاج وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وتسببنا خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية تدفعنا للعنف تجعلنا عدوانيين مزاجنا سيء بتسببنا خلافات في حياتنا الحميمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وتأثيراتها من يوم 25.5 إلى يوم 15.7 طبعا ذروة هاي الزاوية يوم 19.6 الساعة 3.52 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج هاي الزاوية بما أنها إيجابية فهي بتدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي ممكن نحصل على ترقية أو على مركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن في سعادتنا المادية وهي فترة مناسبة جدا للاستثمار اقتناء ملك عقاري أو تأمين مستقبلنا أو مستقبل المقربين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وتأثيراتها من يوم 8.5 إلى يوم 12.6 طبعا هاي الزاوية بتعزز قدرتنا القيادية وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة بتزيد من ثقتنا بأنفسنا بتمنحنا الطاقة والشجاعة وبتدفعنا لفعالية والتأثير والقيادة أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الشمس وبين زحل وتأثيراتها من يوم 19.5 إلى يوم 5.6 وهاي الزاوية طبعا تخلق نوع من أنواع المصاعب والعرقي اللي بتحتاج منها أن نبذل جهد والتصميم والإرادة لتجاوزها بتجعلنا أنانيين قاسيين عنيدين بتعرضنا لصعوبات في إنجاز مشاريعنا وإن عكاس وإنقلاب بوضعنا علينا مراقبة صحتنا لأنها بتكون مهددة بالإرهاق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة لا يوم 13.6 بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين تدفعنا للعنف تجعلنا عدوانيين مزاجنا سيء بتسببنا خلافات في حياتنا الحميمة أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهاي تأثيراتها من يوم 22.4 ليوم 22.6 طبعا ما هي بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير يعني هاي إلها علاقة بالاقتصاد والمال بشكل كبير فبتكون تنتبهوا على أموالكم وما تجازفوا وتغمروا بمشاريعكم لأنها هاي فترة بتعطي نوع من أنواع الخسارات بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل أول زاوية زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي طبعا كانت ذروتها يعني أو ذروتها رح تكون الساعة ستة واثنين وخمسين دقيقة صباحا من صباح اليوم الجمعة ولكن تأثيراتها بتبدأ من مغرب يوم الخميس وبتستمر حتى مساء يوم الجمعة بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع بتعمل نوع من أنواع التوتر وخصوصا الأشخاص اللي بكونوا متعبين نفسيا أو محبطين أو عندهم ضغط عمل وفكري برضو ممكن نتعرض لبعض الحوادث اللي لها علاقة إما حوادث الحركة أو حوادث أثناء قيادة السيارة لأنه هاي زاوية بتخلى الشخص مشتت فكريا فممكن يرتكب أخطاء وبرضو لا نحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا فمنكون عصبيين وحادين وهذا الشيء ممكن يسبب برضو نوع من أنواع التوتر بالجو أما تأثيرات على محيطنا فهي بالدل على تسليط وسائل الإعلام تضوء على انتهاكات اللي بتتعرض لها المرأة المجتمع برضو توجيه انتقادات لأساليب التدريس والتعليم وضعية المدرسين والأساتذة توجيه الصحافة لانتقادات لوزارة النقل بسبب تزايد نسبة الإزدحامات أو حوادث السير أو شيء له علاقة بهذا القبيل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين أورانوس وهي رح تكون ذروتها ساعة 12 وتسعة دقائق من ظهر اليوم الجمعة وتأثيرات هاي الزاوية بتبدأ من تقريبا يعني طيلة اليوم حتى عصر يوم السبت تأثيراتها بالظل مستمرة عشان هيك بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني ويفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بشكل سلبي لأنها هاي زاوية بتجعلنا سريعين التأثر عنيدين غريبين الأطوار ممكن تعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو في العواطف تدفعنا برضو للعلاقات العابرة اللي هي الحب السريع هذا العلاقة سريعة هيك وعابرة وممكن تعرضنا لفراق بالدلع استياء في الرأي العام من تضييق الحريات وخصوصا حرية المرأة وبالدلع على وقوح حوادث مفاجئة داخل الجماهير والتجمعات والتكتلات البشرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة اللي هي زاوية التثليت الإيجابية بين الزهرة وبين نبتون هاي تأثيراتها بدأت من يوم ثمانية وعشرين خمسة ومستمرة لليوم ثمانية ستة طبعا اليوم ذروتها الساعة عشر وواحد واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا بتجذب لنا سعادة عاطفية وفنية وبتسمح لنا بتحقيق مشاريع مهمة وبتدل على تحسن أوضاع العاملين بالصيد البحري والصناعات الطبية والصيدلة وتكرير النفط والميدان الفني وخصوصا الأمور اللي إلها علاقة بالدراما والفن السابع والأشياء اللي زي هيك وبتعرف الموسيقى خصوصا الموسيقى الروحية أو الصوفية يعني نجاح أكثر الانتاجات الفنية اللي بتعنا بالعقائد والأديان والروحانيات والعلوم النفسية بتلاقي نجاح كبير إذا تم الإعلان عنها في هاي الفترة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهاي الزوايا طبعا رح تكون ذروتها بعد منتصف الليل ولكن بتبدأ تأثيراتها من ساعات عصر يوم الجمعة زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون زي ما حكينا من عصر يوم الجمعة وما بعد تأثير هاي الزاوية هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب بتقول حدث عليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن ديكور تجميل وهذا الوقت مناسب للراحة بتزيد من حساسيتنا رومانسيتنا بتمنحنا كفاءات لأمور العلاقة بالمسرح والروحانيات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وبرضو هاي تأثيراتها بتبدأ من ساعات عصر يوم الجمعة ولآخر يوم الجمعة هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا حبنا مودتنا تفاؤلنا محلنا إنه نعيش أوقات ممتعة جدا بالدل على ميل الرأي العام لمواضيع اللي لها علاقة بالمواضيع الفنية والترفيه والتسلية وبتنعم النساء باستقرار وتوازن نفسي كمانها بتشهد هاي الفترة أو المؤسسات المالية تحديدا وبعض قطاعات النسيج والتجميل رواج أكبر ومداخيل أكثر خلال هاي الفترة بنطلع من الناتج هذا إنه الضغط رح يظل موجود على جميع الأبراج لغاية ساعات الظهر لأنه تأثير زوايا يوم الخميس موجود والزوايا الأولى رح تكون صعبة جدا من ساعات الظهر بتبلش الأجواء تتغير من ناحية التواصل وقدرة المام بالكثير من المواضيع الخيال والعاطفة والحب والرومانسية والجمال هدول اللي رح يطغوا على الساحة فترة جيدة بتصير للعبادة للتواصل الروحي للدراسات العلوم الروحانية لتبحر بهاي المسائل وخصوصا من ساعات الظهر وما بعد فعشان هيك بنقدر نقول إنه بتكوتمسكوا عصابكم لغاية ساعات ظهر يوم الجمعة أما من ساعات ما بعد ظهر الجمعة الأجواء رح تكون إيجابية وحتى فيها مكاسب مالية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايد البروستاتا عظم العانة والجينات بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ولكن بحذر شديد جدا يعني رغم أني أنا ما بشجع بالعمليات الجراحية وخصوصا العمليات الكبرى اللي محتمل يكون فيها نزيف لأنه إحنا الآن بمرحلة اكتمال القمر فعشان هيك إذا كانت الطرارية فما في أي مشكلة إذا كانت صغرى ما في أي مشكلة ولكن برضو منحذر من الأشخاص اللي بأخذوا مميعات أدوية مميع على الدم إنهم يبلغوا الطبيب قبل ما يدخلوا على غرفة العمليات أما بالنسبة للعمليات اللي إلها علاقة بالحقن والتجميل فما في أي مشكلة في هذا الموضوع وهذا اليوم ما زالت لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالعكس بسبب مرحلة الاكتمال للقمر يعني بيكون فاشلة هاي الأمور ما يصلح لقص الشعر التجميلي والصمغ وما زالت الأجواء تصلح حتى للقص العلاجي ولكن من ساعات ما بعد الظهر بيكون أفضل بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العقرب خلو المسار القادم بيكون يوم السبت بيبدأ الساعة 12 و 51 دقيقة بعد منتصف الليل ليلة السبت الليل الجمعة على السبت وباستمر لغاية الساعة 5 و 3 دقائق صباحا بتوقيت جرينتش بعدها القمر بدو ينتقل لبرج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل يعني اللي بيشوفوا الساعة 12 بالليل بتوقيت من يوم الجمعة بيشوفوا كأنه مكتمل ولكنه هو بيكون 98% القمر اليوم 14 يوم الساعة 3 و 3 دقائق عصرا بندخل في اليوم 15 زي ما حكينا نسبة الإضاءة 98% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21 ستة سعيد بنسبة 10% القمر في العقرب حتى يوم 36 منتحس بنسبة 40% الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% عطارد في الثور حتى يوم 11 ستة منتحس بنسبة 25% الزهرة في السرطان حتى يوم 5-6 سعيد بنسبة 15% المريخ في الأسد حتى يوم 10-7 سعيد بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% قرنس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلوب يتراجع حتى يوم 11-6 ستة منتحس بنسبة 30% طبعا لا تنسوا اليوم الجمعة فجمعة الديسلاك بكثروا عشان الدعاء اللي في أول الحلقة فياريت اليوم ما تنسوا انكوا تحطوا اللايك والكومنت والشير واللي مش مشترك يشترك يعني كبسوا عها الكبسات اللي تحت وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل طبعا القمر صار استقر في البيت الثامن فعشان هيك اليوم بيفتح فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب للكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحكم مع شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم تنازلات أو تصحيح الأخطاء حاولوا أنك تتقبلوا آراء الآخرين بدون تحفظ ممكن تنشغله بملف أو بمعاملة الأجواء جيدة على المستوى المالي حتى للمطالبات أو ترتيب ديون ترتيب دفعات ولكن مش جيد للإقراض فما تعطي حد فلوس اليوم وانتبه من المحتالين برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم القمر موجود مقابلكم تماما وهذا الشيء شوي بيعطيكم إيجابية للتواصل للمصالحة الاتفاق ما بينكم بين الشركاء المكاشفي ولكن بهدوء عشان هيك بتكوا تحافظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم ما تعرضوا لقاءكم للفشر لأن هاي الفترة بتحمل توتر لأنها يعني فترة فيها ضغط القمر مقابلك تماما فبدك تحاذر من الخصام وما تعاند أحد اتجنب الخلافات كليا لأنه خصمك اليوم قوي وطباعك مش هادئة فعشان هيك سهل استفزازك وانت اللي رح تكون الخاسر لأنه طاقتك هي اللي ضعيفة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هنا القمر موجود في البيت السادس معناته اليوم اللي اهتمام رح يكون أكثر على مستوى العمل وعلاقاتكم مع زملائكم بالعمل فممكن اليوم تهتم بمعض المسائل العمل المتراكم يعني تضطر تعمل وقت إضافي أكثر أهم شيء تنظموا جدول غداكم تأخذوا قسط كافي من الراحة بترتاح لصير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافة الالتزامات عندك راعي ظروفعك الصحية بعضكم ممكن عنده مراجعات طبية أو يحتاج لبعض العلاجات واللي بشعر بشيء غير اعتياد يراجع طبيبه بتعيد ترتيب الأوضاع اليوم وبتتحسن الأحوال بشكل جيد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتجتازه يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح القمر في البيت الخامس يعني ما بيتخلى الحظ عنكم لا عاطفيا ولا ماليا فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهم إشي إنك تضع مخاوفك جانبا ما تتهرب من المسؤوليات ومن التزامك مع الأحبة الأجواء مناسبة للتلاقي تعارف حب غرام يعني تعتبر فترة فيها نوع من أنواع الحضود فعشان هيك لازم تستغلها في من كل يوم راح يفرح لخبر أو لحدث معين فالأجواء داعمة برضو لهاي الأمور وإن شاء الله إنه الخير كثير برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم التركيز كله على المسائل العائلية فبتنهمكم في إدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم أو يستأجروا بيت أو يهتموا بالبيت بالترتيب بالتزامات مناسبات وبتميلوا للتقارب أكثر مع أفراد العائلة ولا مد يد العون لإلهم أهمش إنك ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك بتنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية ممكن تبدو قلق أو تتذمر لأقل الإشارات فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب والتواصل المرن أيضا مطلوب برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتنشطه اليوم بشكل عالي جدا ما بين دراسة، امتحانات، سفر، اتصالات، حوارات، سيارات، إلكترونيات وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران ممكن تقوموا بمفاوضات حثيثة ومفيدة وحاولوا أنك تعبروا عن رأيكم وفاوضوا بجراءة تتميزوا بسرعة خاطر وقدرة على إيجاد الحلول يعني الأجواء داعم لإلكم بقوة فعشان هيك بتحاولوا قدر الإمكان تستغلوا هذا اليوم لأنه بكل المجالات رح يكون لصالحك حتى الأشخاص اللي عندهم تسويق أو بيشتغلوا في مجالات فكرية أو بدهم حركة ونشاط أو يكون عندهم قدرة على إيصال المعلومة فاليوم ممتاز برج الميزان بالنسبة لما أوليد برج الميزان طبعا بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم الموضوع المالي هو أكثر إشي بيشغلكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون هذا المال على الأغلب من عمل إضافي بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس وبتختفي الهموم وبتطمئنها واجسك أهمش أنك توظف أموالك بشكل حكيم وتنتبه من النصابين والمحتالين وممكن تحصل على أرباح من جهة أجنبية أو غريبة كنوع من أنواع الدعم أو المساعدة أو استرداد لحقوقك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم أنتو عندكو نشاط عالي وحيوية وبينجت بلكو أفراد من الجنس الآخر بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة من شأنها إنها الدعم من مركزكم الاجتماعي بتستعيد حماستك وبتنطلق فيه تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر وبتنتعش العواطف وبتزدهر يعني اليوم عندك لقاءات وممكن تتلقى مفاجأة سرة وربما أنك تفرح لحدث كبير يعني يوم مميز وخصوصا من ساعات الظهر وما بعد برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا بدكو تضبطوا عصابكم كمان اليوم لغاية صباح يوم السبت لتتحسن الأجواء وتصير بشكل ملموسة وقوية فعشان هيك من نقدر نقول إنه هذا يوم آخر غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر إنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للراحة ابعدوا عن المغامرة والرهان على الحض ممكن تعانوا من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية فأهمش أنكم أجازفوا بسلامتكم فترة فارغة من الحضوذ برج الجديد بالنسبة لما أوليد برج الجديد طبعا اليوم بتكون حاولوا تستغلوا بكل طاقتكم لأنه ابتداء من صباح يوم السبت القمر رح يصير في بيت متاعبكم فبتكون تنشطوا اليوم اجتماعيا أو بعلاقاتكم ومعارفكم وممكن تلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم وبوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أو معرفة وهي فترة مميزة لتحالف تعاون مشاركة فعالة اقتناس الوقت المناسب لإعلان رأيك والحصول على موقع معين وبرضو تعطي قدرة عالية على التفاعل مع المسؤولين ما هم شيء أنك تتفاعل بمرونة بدون عصبية بدون حدية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هذا اليوم يعتبر يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على أو تحسين على طبيعة عملهم وبتنجحوا في إثبات جدارتكم ونهل رضى المسؤولين أهم شيء أنك تحافظوا على هدوءكم حاولوا لأنه هذا بيت السمعة فما تحاولوا إثارة المشاكل هاي فترة مهمة جدا وبتمتحنك أهم شيء أنك ما تضعف ما تستسلم ما ترتكب الأخطاء وحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم الأجواء ممتازة جدا على الحوارات والنقاشات وخصوصا مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب وممكن يصلكم خبر سارا بعيد وبتشعروا بقوة العاطفة وتعزيز العلاقة العاطفية مع أحباكم يعتبر يوم مناسب أيضا لإجراء مقابلة أو امتحان تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة وكما أنه ممكن اليوم تتلقى إشارة أو خبر سار الفترة هاي نشطة جدا أو هذا اليوم تحديدا وخصوصا من ساعات الظهر وما بعد فممكن تحصل كثير من المكاسب على كل المستويات ويعتبر هذا اليوم كأنك بتشكل محطة للإنطلاق بورشة جديدة تكون بداية خير بالنسبة لإلك برضو منعيد ومنكرر لا تنسوا تحطوا اللايك لأنه اليوم الهجوم رح يكون عشان حاطين الدعاء في أول الحلقة فحطوا اللايك ماشي وكومنت وإذا بتذكروا الله جكر فيهم بكون أحسن يعني وأجروا ثواب لإلكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة